وعلى من حال دونهم ودون مطلعه غيم أو قتل ليلة الثلاثين من شعبان احتياطا بنية رمضان بعد أن ذكر وجوب الصوم ذكر برؤية الهلال ذكر في حال امتناع الرؤية ما الذي يقع قال وعلى من حال دونهم ودون مطلعه غيم إذا لم يرى ليلة الثلاثين إذا لم يرى الهلال ليلة الثلاثين فلا يخلو الامر من حالين الحال الأولى أن يكون الجو صحوا وليس ثمة ما يحجب الرؤية فهنا يصبح يوم الثلاثين مفطرا ولا يثبت به الشهر لأن هذا لم تثبت به الرؤية وهذا هو يوم الشك على المذهب مذهب الحنابلة الذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومه فيما جاء في ما رواه البخاري تعليقا وهو في المسند والسنن من حديث عمار رضي الله تعالى عنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبو القاسم فيوم الشك عند الحنابلة هو يوم الثلاثين من شعبان الذي لا يحول دون رؤية الهلال في ليلته غيم ولا قتر هذه الحال الأولى أما الحال الثانية أن لا يرى الهلال لوجود ما يمنع من الرؤية من غيب أو غبار أو ضباب أو غير ذلك من الأسباب المانعة من الرؤية فهنا على المذهب يجب أن يصبحوا صائمين احتياطا لرمضان وهذا من مفردات مذهب الحنابلة أي هذا من من فرد به الحنابلة عن غيرهم من الفقهاء ولهذا يقول المؤلف رحمه الله في هذه المسألة وعلى من حال دونهم ودون مطلعه غيم أو قتر غيم سحاب قتر دخان وغبار وضباب وما إلى ذلك مما يمنع دون الرؤية ليلة الثلاثين من شعبان احتياطا بنية رمضان بنية رمضان أي مستصحبين نية أنهم من رمضان لكن لا على وجه اليقين إنما على وجه الاحتياط والظن غلبة الظن هذا ما يتعلق بالطريق الثاني الذي يثبت به صوم رمضان الطريق الأول ما هو؟ رؤية الهلال الطريق الثاني أن لا يرى الهلال ليلة الثلاثين لكن يحول دون رؤية الهلال مانع يمنع الرؤية فهنا على مذهب الحنابلة يجب إيش؟ أن يصبحوا صائمين احتياطا بنية رمضان يعني بدون تردد بنية جازمة فإذا تبين أنه رمضان أجزاءهم وإذا تبين أنه من غير رمضان لم يضره كان احتياطا وقد ذكرت قبل قليل أن هذا من مفردات مذهب الحنابلة خالفوا فيه جمهور العلماء وثم تقول آخر في المذهب أن هذا لا يجب به صيام بل هذا هو يوم الشك الذي نهي عن صيامه هذا قول آخر في مذهب الحنابلة وهو الموافق لمذهب المالكية فإن المالكية عندهم أنه أن يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا حال دون رؤية هلاله غيم أو قتر بأن تكون السماء متغيمة إذن عرفنا أن القول الثاني في مذهب الحنابلة موافق للمالكية في أن هذا هو يوم الشك الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا القول هو الصحيح أنه لا يصام هذا اليوم لا احتياطا ولا يقينا لأنه ليس بيقين ولا يسوغ الاحتياط في مثل هذا لأنه لا يصام رمضان إلا بيقين إذ الأصل بقى مكان على مكان والله تعالى قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه وهذا لم يشهد الشهر فلا يكون صيام إلا بيقين وهذا قول جمهور العلماء أنه لا يصام رمضان إلا بيقين إذن عرفنا الآن أن يوم الشك عند الحنابلة هو إيش هو يوم ثلاثين الذي لم يحل دون رؤية الهلال ليلته غيم ولا قتر وعلى القول الثاني أنه وهو قول الشيخ السامي من تيمية وبه قال صاحب الفروع ونفو ثبوت هذا القول عن الإمام أحمد وأنه لم يحفظ عنه ولم ينقل عنه أن يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان سواء حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر أو لم يحل غيم ولا قتر وهذا موافق في بعضه لما جاء عن المالكية لأن المالكية يخصون يوم الشك فقط فيما إذا كان في ليلة الثلاثين غيم أو قتر أما إذا لم يكن غيم ولا قتر فإنهم لا يعدونه يوم الشك بل يعدونه من من شعبان يقينا وليس فيه شك وأعلم بارك الله فيك أن يوم الشك فيه لأصحاب المذاهب اختلاف ذكرنا الآن مذهبين مذهب الحنابلة ومذهب المالكية الموافق في بعضه للحنابلة أما الحنفية فالحنفية عندهم يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان وإن لم يكن علة وهذا موافق لقول الحنابلة القول الثاني عند الحنابلة موافق مطابق يعني بالمطابقة لأنهم يقولون أن يوم الشك هو يوم الثلاثين مطلقا فيه علة تمنع من الرؤية أو ليس ثمة علة تمنع من الرؤية أما الشافعية فقولهم فيما يتعلق بيوم الشك أنه يوم الثلاثين من شعبان لكن إذا وقع في الرؤية التباس فقط أما إذا لم يقع في الرؤية التباس فإنه ليس يوم الشك الذي نهي عنه وكيف يقع التباس قالوا أن يقع التباس أن يختلف الناس هل رؤية أو لا أو يشهد أحد برؤيته وترد شهادته أو لا يشهد إلا من لا تقبل شهادته أو لم يتحدث الناس برؤية أحد ولكن قعدوا عن الرؤية بعضهم عده من يوم الشك إذا قعدوا عن الرؤية لم يطلب أحد لم يطلب أحد الرؤية فهذه مذاهب العلمة في يوم الشك والراجح والله تعالى أعلم أن يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان سواء كان فيه يمنع من الرؤية علة أو لم يمنع من الرؤية علة سواء التبس أمره عند الناس أو لم يلتبس على هذا أرجح الأقوال في تعيين يوم الشك أي الأقوال مذهب من مذهب الحنفية الوافق للقول الثاني عند الحنابلة هذا هو يوم الشك وهو أقرب الأقوال إلى السواء وبه يعلم أن ما ذكر وما قرره المؤلف هنا في قوله وعلى من حال دونهم ودون مطلعه غيم أو قتر ليلة الثلاثين من شعبان الصيام احتياطا بنية رمضان أنه خلاف الراجح طيب ما الذي جعلهم يقولون بهذا القول ما دليلهم هم ذكروا في ذلك مسوّغات عديدة أبرز ما استدلوا به حديث عبد الله بن عمر صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته قال فإن غم عليكم فاقدروا له قالوا فاقدروا له يعني ضيقوا عليه وكيف يضيقون عليه بأن يجعلوا شعبان تسعة وعشرين يوما ولكن الصواب أن قوله فاقدروا له جاء بيانه في رواية البخاري فاقدروا له ثلاثين وفي الرواية الثانية فاكملوا عدة عند مسلم وفاقدروا له ثلاثين عند البخاري وفي رواية لأبي هريرة فاكملوا عدة شعبان ثلاثين وبهذا يتبين معنى القدر هنا وأنه الحساب وليس أيش التضييق وأنه الحساب وليس التضييق